الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسرتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان وهنا سنأتي بتلبيس للشيطان خطير جدا يدخل من باب العاطفة الدينية يدخل من باب العاطفة الدينية يلبس على الطيبين والبسطاء كذا يلبس على القصصين والجغال وأدعياء العلم بأحاديث مشهورة جدا لكنها إما ضعيفة وإما مكذوبة فتسكن في قلوب الناس وبخاصة البسطاء وبخاصة البسطاء الذين تقودهم عواطفهم فينشغلوا عن الصحيح ويعيشوا على الضعيف والمكذوب ودي أخطر ما يكون ودي أخطر تلبيس خلي بالكم معي أو من أخطر أنواع التلبيس خلي بالكم معي جدا سأتي بسبعة أحاديث مشهورة جدا شو بقول إيه؟ مشهورة جدا شغل بها الشيطان ولبس بها على الكثيرين فانشغلوا بها عن الصحيح الذي يعني يقترب من المعنى أو يكون نحو المعنى إلى آخره تعالوا معايا للأحاديث السبعة دي بإذن الله وأقول لكم أتلقوا صدمة ليه لا تسمعوها في الإذاعات تسمعوها في القنوات الدينية في منصات التواصل بتؤروها في الكتب في حاجات كثرة جدا سمعوا أول رواية الرواية الأولانية بيقولوا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم متى ألقى أحبابي يعني بيقولوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس كانت ما حصلش بيقولوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده يعني مع الصحابة فبيقول لهم إيه متى ألقى أحبابي متى ألقى أحبابي استغربوا الصحابة تعجبوا الصحابة قالوا إيه شباهنا فقال أصحابه بأبينا أنت وأمنا أولسنا أحبابك ما إحنا أحبابك يا رسول الله وإحنا مش أحبابك أهو خيب أمرة ثانية رواية من طريق أن يسميك رضي الله عنه وارضاه قال إني سينا النبي صلى الله عليه وسلم قال وذا ما حصلش طبعا متى ألقى أحبابي فقال أصحابه بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله أولسنا أحبابك خلي بلكم معي جدا فقال أنتم أصحابي أنتم أصحابي أنتم أصحابي أحبابي قوم لم يروني أصحابي قوم لم يروني أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق لأكثر وأنا إليهم بالأشواق لأكثر مرة ثانية لما الصحابة تعجبوا وقالوا بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله أولسنا أحبابك يقولوا إن سينا النبي صلى الله عليه وسلم أم قال لهم أنتم أصحابي أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق لأكثر أظن أتقولي الحديث ده تسمعوه ليل نهار تسمعوه كثيرا جدا حتى لما حد يجي تكلم عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورافت النبي بأمته رحمت النبي بأمته إلى آخر هذه الأمور يؤم صدر بهذا الحديث أنا بقول الحديث ده مكذوب حديث مكذوب لا يصح الحديث مكذوب لا يصح خلي بالكم معايا جدا رواه مين أبو الشيخ الأصبهاني في ثواب الأعمال كما في كنز الأمال 14 على 52 أيضا القشارة في رسالة 2 على 457 وغيرهم المهمة قلت الحديث مكذوب لا يصح واحد يقول ليه بس إيه العلة بقوله فيها إلتان العلة الأولانية يغنم ابن سالم يغنم ابن سالم ده منكر الحديث وقيل ضعيف وقيل يضع الحديث وقيل يضع الحديث الثاني مين عثمان بن عبد الله وعثمان بن عبد الله ده يحدث بالمناكير عن مالك وغيره وقيل متهم وقيل متهم يبقى ده الحديث الأولاني يا جماعة الثاني بقى أنا عايز نركز مع بعض جدا كده الحمس بقول ليه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني تخيلوا كده المسيد النبي يبكي بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا ما يبكيك يا رسول الله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس لما وجدوه صلى الله عليه وسلم يبكي هم لا يدرون يعني فيما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تبقى للرواية للرواية أنا مش لأنني بقول إنه حصل لا 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 تبقى للرواية دي فقالوا ما يبكيك يا رسول الله قال اشتقت لأحبابي اشتقت لأحبابي لما يشتق يبكي هنا خلي بالك معين يعني لما اشتق لأحبابي بكى يبقى مرة ثانية بكى شوف شوف مصدر هكذا بهذا الفعل بكى بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقيك يا رسول الله إيه اللي يبقيك يا رسول الله فقال اشتقت لأحبابي برضو نفس التعجب نفس التعجب هو أولسنا أحبابك أولسنا أحبابك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا أنتم أصحابي أنتم أصحابي أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي أنتم أصحابي أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يؤمنون بي ولم يروني أظن الحالث كده وصل يعني يقولك للنبي صلى الله عليه وسلم يوما ما كان جالس كده مع الصحابة فإسلنا النبي باكى هم مش عام فيه بيبكي ليه قالوا لي يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله قال له مش تقتل أحبابي بالطبع يقولوله أولسنا أحبابك أيتعجبه أولسنا أحبابك يا رسول الله قال كلا أنتم أصحابي إما من بقى الأحباب الأحباب قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يؤمنون بي ولم يروني درجة الحديث إيه مكذوب كذب كذب مكذوب خلي بالكم وعايز أقول معلومة مهمة جدا هذا كلام لا يصح هذا كلام لا يصح ليه يا جماعة بقولها لم يثبت شيء لم يثبت شيء من قضية بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقاء حد من المسلمين اللي هم اللي جئين بعد كده خلي بالكم لا في كتب الصحاح ولا السنن ولا المسهدين وإذا قال أهل العلم لم يثبت في شيء من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى شوقا إلى لقاء المسلمين إلى لقاء المسلمين الذين يأتون من بعد وأنا بقولها لكهم أتحد حينما تبحث في كل كتب الصحاح في المسانيد في السنة لن تجد أبدا حديثا صحيحا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى شوقا بكى شوقا إلى لقاء المسلمين الذين أمنوا به ولم يراه يعني اللي يقوم من بعد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب يا جماعة بكى انتهيت من حديثين نيجر الحديث رقم ثلاث في الحديث السبعة المشهورة يقول لك إيه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجدة خلي بالكم مرة ثانية دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجدة أي دخل المسجدة وبعدين فإذا هو براجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فإذا هو براجل من الأنصار يعني حتى التحديد إنه من الأنصار مش من المهاجرين أو وكمان تحديد الإسم يقال له أبو أمامة يعني حتى اللي بألف الحديث أو اللي بيضع العاد أو بيعطي مثل هذا الكلام الذي لا يصح ده جايب إيه المكان وهو المسجد خلي بالكم قبلت رجل من الأنصار على مش كده بس الإسم جايب لك أبو أمامة إلى آخر يبقى مرة ثانية دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجدة وبعدين فإذا هو براجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال سيد النبي يعني صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ما لي ما لي بشوفك كده بقيت ملازم المسجد يعني مش في أوقات الصلاة قاعد في المسجد كده يعني الأمر يدعو إلى برضه التفاكر يدعو إلى التعجب من ذلك لو بنقول في وقت الصلاة ماشي إنما في غير أوقات الصلاة أنا بلاقيك موجود على طول في إيه؟ قال هموم لزمتني وديون هموم لزمتني وديون يعني قاعد في المسجد بيشتكم من أمرين الأمر عنده التعبن وأول اللي هم إيه؟ قلوا هموم لزمتني وديون خلي بالك معي جدا يا رسول الله هموم لزمتني وديون يا رسول الله شوفوا بقى اللي جاي بقى العجب قال اللي هو من بقى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلامه يعني أمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله أفلا أعلمك كلامه إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك أنا أعلمك كلام إذا أنت قلت أذهب الله عنك همك وأدى عنك دينك الهم اللي عندك أو الهموم دي أتروح والديون دي كلية هاتي السدد خلي بالكم معي جدا قال قلت بلى يا رسول الله أنا عايز ملازم المسجد ليه؟ ما أنا أستغيث بالله ليه؟ ما أنا جاء أدعو ربنا وأرجوه في بيتي ليه؟ خلي بالكم معي جدا قال قل يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول له قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يعني بالخلاصة كده إنه بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم لا واحد من الأنصار ملازم المسجد كده في غير أوقات الصلاة اسمه أبو أمامة قال له ما لي أراك يا أبا أمامة أنت ملازم للمسجد في غير وقت الصلاة قال له يا رسول الله هم ملازمتني وديود يعني ديون أثقل تكاهل يا رسول الله فأمسن نبي صلى الله عليه وسلم قال له أفل أعلمك كلمات إذا قلتهن يعني في الصباح والمساء على طول يذهب الله عنك همك ويغضي عنك دينك قال له طبعا علمني يا رسول الله قال له إذا أصبحت وإذا أمسيت قل إيه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال خلي بالكم معايا جدا بقولوا فأمس صحابي ده أبو أماما بيقول ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني يعني أنا أمتم لازم الدعاء ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني إياه على طول أمربنا يعني أهو زال عني الهموم وسدد عني الديون قلت وعند أبي داود برقم 1555 قلت وإسناده ضعيف وإسناده ضعيف أي لا يصح وإسناده ضعيف أي لا يصح خلي بالكم معايا جدا يبقى الحديث ده موصحيه عشان ما تغتروش ليه لأن في الجمعة بنسمعه كثير أو كثيرا نسمعه كثيرا وأنا أنا أسمعه كثيرا وحتى من بعض بضع القناة الدينية نسمعه كثيرا في الإزاعات الدينية نسمعه كثيرا على منصات التواصل حدث ولا حرج قلت هو لا يصح ضعيف طيب الحديث بقى المشهور أوي اللي الكثرة من الأيمة والخطبة يعني على طول دايما يذكروه اللي أقول إيه البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان وذلك طبعا رواية ثانية بيذكروها البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت افعل يا ابن آدم ما شئت فكما تدين تدان خلي بالكم معي جدا دا حديث أبدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حديث ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الحافظه ابن حجر الإمام العظيم رحمه الله في فتح البالي 13 على 436 13 466 مع ذرة 13 على 466 مرسل قال عنه إيه مرسل والشيخ الألباني في ضائف الجامع حكم عليه بالضعف كذا بالنسبة لكل اللي هم المتخصصين الذين تأمنوا جيدا في هذا الحديث حاكموا عليه بالضعف بل قيل أنه منقول من التوراة منقول من التوراة خلي بالكم عاية جدا هاجي بقى للحديث اللي بعد كده خلي بالكم عاية الأحاديث دا أنا بقولها لكم احفظوها مش عشان نيصح لا مش صحيح بس عشان تنصحوا الآخرين الناس مشغولة بالأحاديث دا اللي أنا بذكرها لكم عن الأحاديث الصحيح وذلك لما تيجي تذكر ليه الناس حديث من الأحاديث دا الله الله وفي المسجد بنشوف الكلام ده لكن لما تجيب له حديث صحيح زي مثلا إنما لا أعملوا بالنياد وإنما لكل مريم منه الشيطان يلبس عليه يلبس عليه ويزينله الضعيف والموضوع المجذوب ده إنما الموضوع المجذوب لكن بالنسبة للصحيح يا شيطاني خليه نعز يا رماشي حفظه كده إلى آخر هذه الأمور طبعا مش كل الناس خلي بلكم عين هنا بقى حديث عور عن قصة اللي يقولك عنها بعنوان سرقة حذاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إن الحذاء بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سرقه سارق في سارق أم سرق الحذاء بتاع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألو أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك قال اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ يعني إن كان محتاج النعلي دي فبارك له فيما أخذ أي أنه لم يدعو عليه بل دعا له بمعنى أنه عافى عنه ودعا له خلي بالكم معايا جيل ولا دي مرتبة الإحسان أعظم مرتبة الإحسان بس مش معنا كده أن الرواة صاح ما حصلش خلي بالكم الخبر دي بتاع سرقة حذاء سن النبي صلى الله عليه وسلم وأم سن النبي صلى الله عليه وسلم معقب على ذلك بقولي اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ قلت خبر لا أصل له في كتب السنة المعتمدة الخبر دي أو القصة دي أو رواية دي ملهاش ملهاش أصل ملهاش أصل أو الحديث دي لا أصل له في كتب السنة المعتمدة شو بقول ايه ما قلت لكش بس إنه ضعيف أو موضوع أو لا أصل له لا أصل له في كتب السنة المعتمدة وذكروا نحو القصة دي أو نحو الوادي أو نحو الحديث دي بس نسبوه لابن مسعود فقالوا عن ابن مسعود لما سرقت مباشي حذاؤه هنا لقى الضراهم يبقى هنا بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لسرق حذاؤه لما أمم قال لفيني القصة ونسبنها لابن مسعود أبي عبد الرحمن خلوها في الضراهم قالوا إيه عن ابن مسعود لما سرقت ضراهمه في السوق قال اللهم إن كان محتاجا فبارك له فيما أخذ قلت أيضا لا تصح وهي أيضا لا تصح نراكز مع بعض جدا قلت وهي أيضا يا جماعة لا تصح طيب الروالة بعد كده بقى أنا عايز نراكز فيها شوي لأن ممكن إلا أنا هذكر إسمها دي ما يكونش الكثير من أبنائنا أو كده يعني سمع بهذا الإسم من قبل طيب اللي هي قصة مين سفانة بنت حاتم سفانة بالضم على السين سفانة بنت حاتم شو اللي هي بتقولك إيه جيء بسبي للرسول صلى الله عليه وسلم جيء بسبي للرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين السبي سفانة بنت حاتم الطائم اللي طبعا ضرب بأبيها المثل في الكرم أو اشتهر والدها بالكرم في أوساط العرب حتى أن الناس إما يلاقوا واحد بقى كريم أوي 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 يقولوا لا دا انت زي حاتم الطائم دا انت زي حاتم الطائم يعني فيه كرم خلي بالكم معي جدا لما جيء بالسبي لسين النبي صلى الله عليه وسلم كان في السبي دا زي ما بيقولوا زي ما بيقولوا سفانة بنت حاتم الطائم طبعا لما عرض السبي على سين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استعطفت النبي صلى الله عليه وسلم قعدت استعطف النبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها شوفوا إيه اللي حصل قالوا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه لو كان أبوكي مسلمة لترحمنا عليك وهم أيلوم خلوا عنها خلوا عنها وبعدين فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق فإن أباها كان يحب أنا عايز بقى نرجع مع بعض كده لما قلت جاء أب سبي سبي من خلال الحرب الحرب الغنمة جات الغنمة دي كانت سبي طيب السبي كان فيه مين قال لك سفانة بنت حاتم الطائي بنت الرجل الكريم المشهور جدا في العرب بالكرم قالوا لما عرض السبي على سدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول سفانة استعطفت النبي عادي تعرفوا أن يا بنت مين وكاته وابوها كان رجل يعني على طول بكرم الكل وما هذا أحد إلى آخر هذه الأمور فاستعطفت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوكي مسلمة لترحمنا علي ثم قال خلوا عنها خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق خلي بالكم معايا جدا الرواية دي رواها من البيهقي طيب القصة دي هل هي صحيحة؟ قلت يا قصة باطلة على شهرتها هي قصة باطلة هي قصة باطلة ومعروف من هو في إسنادها طيب خلي بالكم بقى رواية لي جادة بقى رواية عجيبة ومشهورة ولما يغي الإمام أو الخطيب أو المتكلم يتعرض إلى العدل ويذكرها الناس بقى الله أكبر ويه ويه عشانا بينكم الأرض بور الأرض بور خلي بالكم معايا جدا رواية بتقول إيه إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مع سيدنا عمره ابن العاص رضي الله عنه وارضاه حينة والله يعني في مجلس سيدنا عمر بن الخطاب كان معاه سيدنا عمره ابن العاص ومعروف إن سيدنا عمر بن الخطاب كان مولي عمره بن العاص حكم مصر كان مولي إيه حكم مصر فوما عندما مع بعض كده عمر بن الخطاب بيقول لعمره بن العاص إيه إذا جاءك سارق إن جاءك واحد لس سارق وهو التهمة ثبتة وفيه شهود وقابوا لك سارق تعمل معا إيه قال أقطع يده قال إيه أقطع يده عمر بقول له إذا جاءك سارق يرد عمرو بن العاص قال له أقطع يده خليه بالك قال له فقال عمر وأنا إن جاءني جائع قاطعت يدك وأنا إن جاءني جائع قاطعت يدك خليه بالك معاه جدا يبقى الرواية بقولك أنه كانوا جلسين مع بعض سيبنا عمرو بن الخطاب دي أمير المؤمنين ومعاه الوالي اللي هو عمرو بن العاص وعمرو بن العاص كان عمرو بن الخطاب موليه من صرق وهم عادين مع بعض يعني عمرو بن العاص وعن دي أمير المؤمنين سيدنا عمرو بيختبره بقوله إذا جاءك سارق هتعمل إيه؟ قال له أقطع يده قاله قاله أم عمرو بن الخطاب قاله خلاص وأنا إن جاءني جائع قطعت يدك خلي بالك معاه جدا قلت لا أصل لهذه القصة لا أصل له مش ضعيفة لا أصل له لا أصل لهذه القصة وليس لها سند يثبت وليس لها سند يثبت يعني مش بس إن القصة ديه يعني كذا لا داني ما بقولكش إنها ضعيفة أو موضوع لا ولكن بقولك القصة دي أو لا أصل لها ولا سند يثبت لألبت لا أصل لها ولا سند يثبت لها ألبت كان سؤال جلنا والسؤال ده مهم يعني طلبوا مننا التفصيل في الإجابة بسرعة جدا بقولوا هل يجوز للزوج هل يجوز للزوج أن يتزوج حماته بعد وفاة الزوجة يعني الراجل ده متزوج المرأة دي طيب الزوج تبلي ماتت هل يجوز بي يتجوز أمها خلي بالك معايا جدا الإجابة وأنا عايزكم تركزوا معايا جدا وباختصار دون إطالة لا يجوز للرجل الزواج من أم الزوجات اسمع معايا وحفظ لا يجوز للرجل الزواج من أم الزوجات ما يجوش للرجل أن يجوز حماته بعد طلاق بنتها أو وفاتها سواء دي هو طلق البنت ما ينفعش يجوز أمها ماتت البنت برضو ما ينفعش يتجوز أمها ليه؟ لأن أم الزوجة محرمة على زوجها على التأبيد لأن التحريم عن قسم إلى نوعين تحريم تأبيد وتحريم تأقيد هنا تحريم تأبيد مؤبد مؤبد هنا التحريم مؤبد تحريم تأبيد خلي بالكم معايا جدا واحد يقول لي طيب يعني الدليل إيه؟ بقوله الدليل يا أخي في القرآن الكريم من قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم إلى قول الله جل وعلا وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم في صورة النساء الآية ثلاثة وعشرين خلي بالكم معايا جدا تشاهد وأمهاته نسائكم فبمجرد العقد على البنت مجرد العقد العقد بس مجرد العقد على البنت تحرم الأم سواء دخل الراجل بالزوجة أم لم يدخل به يعني سواء الراجل نتكلم عنه دي كان دخل بزوجته قبل وفاتها أو طلقها أم لم يدخل به يبقى مرة ثانية يقول الشيء في الآية إيه وأمهاته نسائكم فبمجرد العقد على البنت أمهاته حرم أمهاته حرم من قول الله جل وعلا وأمهاته نسائكم أمهاته تبقى محرمة عليه سواء دخل بها أم لم يدخل طيب السؤال الثاني بسرعة أوي أوي هل يجوز للرجل الزواج من بنت زوجته المتوفى من بنت زوجته المتوفى أو المطلقة منه في حال كانت البت يعني ما تربتش في حجر الزوج يعني في حجر زوج أمهة يعني بنقول بسرعة جدا لا يجوز للرجل الزواج من بنت زوجته المتوفى أو المطلقة بعد الدخول وتعقل تحتها متخط بعد الدخول مرة ثانية لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل الزواج من بنت زوجته المتوفى أو المطلقة بعد الدخول خلي بالكم ولو لم تكن بنت الزوجة قد تربت في حجري لان عندنا في قول بيقول الشرط هنا انه ما تكونش تربت في حجري لما تربتش في حجري يبقى يجوز لكن لو تربت في حجري لا يبقى لا يجوز خلي بالكم معايا جدا قلت لا يجوز للرجل يزواج من بنت زوجات المتوفقة والمطلقة بعد الدخول ولو لم تكن البنت دي قد تربت في حجري وهذا التحريم مولى عليه اكثر اهل العلم وهو الصحيح حتى عند الحنابل ليه لان رواية اللي بقوله لا لا خلي بالك ده فيه بقى رواية عند الحنابلة بتقول غير اللي انت بتقوله رواية اللي عند الحنابلة بتقول ايه الرواية بتقول ان الربيبة لا تحرم على زوج امنا الا اذا كانت قد تربت في حجري الا اذا كانت قد تربت يعني في بيته خلي بالك قلتلك الرواية ضعيفة أنا برجع لؤلاء нужوں إيه الرواية ضعيفة صحيح الرواية هذه موجودة عند الحنابل لكن هي رواية ضعيفة عند الحنابل والحنابل اعترفوا بأن هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية ضعيفة ولذلك صنفت حتى عند الحنابل بأنها رواية ضعيفة في المذهب يعني قول ضعيف في المذهب وعلى فكرة يا جماعة الشيخ ابن بازل رحمة الله عليه له فتوى في هذه هذه الفتوى طيبة جدا ومباركة وطبع المسألة والمعلوم أن الرجل العلم ذهب الحنبلي عليه رحمة الله وإن رجعتم إلى أكثر أهل العلم المعتبرين ستجدون الفتوى لهم على ما قلت أنا بإذن الله جل وعلا ولذلك أنا اختصرت الإجابة جدا لأني أتيتك بالصحيح لأني أتيتك بالصحيح ويا جماعة بقولك بالذات الفقه بالذات الفقه يحتاج يحتاج إلى الاستدلال الإنسان يكون عنده ملكة استحضار الدليل بسرعة جدا لما يسأل حتى لو جيه ما حتى رواية موجودة في مذهب لابد يكون فاهم الرواية ضعيفة ولا مش ضعيفة في المذهب ليه لأن الحناب لنفسهم الحناب لنفسهم بيأيدوا ما ذكرت أنا بالنسبة للجواب في الفتوى يعني هو القول الصحيح في المذهب القول الصحيح في المذهب إنما القول الضعيف في المذهب هو الذي خالف أسأل الله التوفيق لي ولكم وللجميع والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته